تطور جديد على الساحة الجزائرية منذ تولي الرئيس المؤقت سدة الحكم والبدء في الاعداد لاجراء انتخابات تشريعية جديدة قائد اركان الجيش قائد صالح عاد مخاطبا الشعب محذرا من اطراف اجنبية لم يكشف عنها تحاول النيل من استقرار الجزائر وبث الفتنة واللعب بمقدرات الدولة سجلنا للأسف ظهور محاولات لبعض الاطراف الاجنبية انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا لدفع بعض الاشخاص الى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسب لقيادة المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخططهم الرامعة الى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة قائد الجيش جدد ثقته في المتظاهرين ودعاهم الى التحلي بالصبر والوعي وقال انه رفض فرض حالة الطوارئ منذ بداية الازمة منبها في الوقت ذاته ان العدالة ستأخذ مجراها وان كل من تورط في نهب المال العام سيمثل امام القضاء ان العدالة وقد استرجعت كاب صلاحيتها ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضوطات ولا املاءات على متابعة كل العصابة التي تورطت في قضايا نهب المال العام في الاثناء وصل المتظاهرون احتجاجاتهم رفضا للرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح باعتباره جزءا من نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في وقت استخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقتهم ومنعهم من الوصول الى ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة التي تمكن المتظاهرون من الوصول اليها طلعت موسى العربية